اشتركوا في القناة محدش فينا بيسمع للطبيب البلد اللي أنجبت مجدي عقوب ومحمد غنيم وقمات وكوادر طبية العالم كله بينحانلها ومع ذلك لسه في مجتمعات بتمارس ختاني الإناس وتشويحها وربنا يحفظنا اللي ساعات بتققى أدي إلى أن بناتها يحصل فيها مشاكل فيه لسه مجتمعات بتمارس الدخل البلدي والعنف ضد المرأة بكل أشكاله لسه فيه مجتمعات بتتعالج بالسحر والشعوزة والحجاب والوصفات إحنا عندنا في مصر أكتر من 200 ألف طبيب كلهم مؤهلين ومتعلمين أحسن تعليم ومع ذلك للأسف لسه الناس بتتعالج في الصيدليات لسه الدية هي دكتورة النساء ولسه حلق الساحة هو دكتورة جراحة لازم نفوق لازم نفوق لسه فيه ناس بتتعالج بالوصفات لسه فيه ناس فاكرة أن هي هتاكل الأكل المعين ده تجيبه ولد والأكل المعين ده تجيب بنت عشان كده اتعمل برنامج أنت الطبيبة أنت الطبيبة مش مجرد برنامج تصقيف صحي على قناة طبية أنت الطبيبة هيبقى عبارة عن درس خصوصي ليكي كل يوم ثلاثة هيبدأ معاك بتخصص النساء والتوليد من الألف لليه يشرحلك واحدة واحدة ألف بغاية ما تبقى فهمة المعلومة مش بس عرفاها درساها عيشاها في كل تفاصيلها المرة اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا على الجهاز تانسل الأنسى وخدناه بالتفصيل واتكلمنا في أول مرة على ختاني الإنس والقن على الدوق وتاني مرة الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على فضل خشاء البكارة والقن على الدوق أنا يعني مبسوط أنه بدأ يبقى لسه فيه مرضود كويس للحلقات بدأت الناس تاخد بلها من بناتها بدأت الناس فعلا تاخد بلها أنه فيه بنات فتحة المهبل مش موجودة أو حصلت سقط في الشفتين وتبدأ تعرضها علينا على النقيد في نهاية بتشوف الحلقات وعن ذلك مش مستوعبة منها أي حاجة بس إحنا برضو وراء يعني يجي لي واحد أسبوع اللي فات يقول لي يا دكتور أنا شفت الحلقة بتاعت الناس قد قوية جدا ما شاء الله يعني حضرتك شرحت كل حاجة باستفادة تقول له ربنا يكلمك يا رب يكون يستفاد قال لي بس عايزين بقى نعمل للبنت العملية بتاعت الطابة انت بتقول ايه قال لي أهو بقى عشان يا أخوتها عاملها عشان لي بقى زي أختها بقى أخوتها بقى وخلاص يعني بالرغم أنه هو شاف كل حاجة وشرحنا بالتفصيل العواقب الوخيمة بتاعت العملية ومع ذلك الناس برضو مصممة تعملها ليه هذا ما وجدنا عليها يا بقى عشان هي بتتعيم عشان العيلة كلها عملت عشان أمها عملت واخوتها عملوا بها وعمتها والبلد كلها هل ده يرضي ربنا لا ما يرضيش ربنا هنبدل برضو واحدة واحدة وكل مرة نعيد ونزيد ونكرر الحاجات السيئة هنقول إن بخطرها ونشرح عشان نوصل لاستفادة عايزين أقصى استفادة مش استفادة عاديت يبقى زين نبقى فاهمين كل حاجة فاهمين كل المعلومات إن شاء الله هنكمل النهاردة شرح في قناة المهبة اللي كنا بدأنا فيها المرة اللي فاتت ومع كل نقطة هلقى الضوء على موضوع هنبدأ إن شاء الله نعرض الصورة هناخد فاصل ونطلع عمق ونعرض الصورة ونبدأ نشرح واحدة واحدة المحتويات بتاعت المهبل وقدي إيه قدي إيه القناة دي سبحان الله يعني لو عدنا نتكلم عليها عشر حلقات مش هتكفر سبحان الله يعني فيها عبقرية في تكوينها كلها عجازات علمية نعرض الصورة ونبدأ ديكال احنا كنا تكلمنا على أول حاجة وأهم حاجة يا فتحة المهبل وقلنا إن لازم كل أم تاخد بالها إن فيه فتحة للمهبل عند البنت ليه لإن فيه ناس بتتجوز أو فيه بنات أهليها سايبها كده حتى الدورة ما جات لهاش وسيثبتها لغاية ما تجوزت وبعد كده نكتشف إن أصلا ما فيش فتحة للمهبل إن أصلا الجهاز التناسولي ده كله من جوه مش موجود للأسف فيه ناس عندهاش فتحة المهبل بس عندها جهاز تناسولي من جوه وحتجي لها الدور والدورة هتتحوش جواها لغاية ما تقلب بكالسة اللي هي إيه؟ اللي هو رشاء البقارة المسدودة اللي قلنا عليه المرة اللي فات وفعلا بتقلب بكالسة والبنت بتيجي في أول في أول بفزنتيشن ليها أو أول شكوة ليها وهي عندها احتباس بولي حات ودي بتبقى مصيبة فيا جماعة لو سمحت للحلقة الثالثة بقولهم بقولهم خدي بالك خدي بالك من بنتك خدي بالك بصي كويس شوفي الفتحة موجودة ولا لا بصي بالك من ابنك خدي بالك من الطفل الصغير الولد خسيتين نازلين ولا لا هنقول ونعيد ونزيد كل حلقة هنقول لغاية ما المعلومة توصل للناس مهمة أول نتأكد أن الخسيتين موجودين مهمة أول نتأكد أن فتحة المهبل موجودة مش عيب أن أنا بص على البنت اللي هنكلم عنه النهاردة إن شاء الله الجدران المهبل 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 عبارة عن قناة مطاطة بتوصل من الفتحة أو جهاز ناسول الخارجي لغاية الرحم جوه بس هي مش متوصلة بالرحم كده يعني اللي هو إيه شابطان في بعض زي القطر كده زي عربيات القطر لا ده هو الرحم نزل جوه قناة المهبل بعنق الرحم يعني هنا قبلنا نشوف أن الرحم نزل بالعنق بتاعه جزء بتاع العنق جوه قناة المهبل طب إيه يعني هتفيدني بإيه المعلومة دي لا هتفيدني كتير أولا لما نزل جوه فخلى المهبل عبارة من آخر نقطة لي في أربع جيوب ونختص إن شاء الله بالشرح جزء اللي ورى ده اللي هو الجيب اللي ورى من جوه بهنو أوسع حاجة اللي هي اسمها بوستيريور فورنيكس جيب واسع طب ده يفيدني بإيه لا هتفيد المهبل واسع من جوه ونزل على ديق من بره قناة المهبل بتقدر تتسع لأي حاجة تخش جوه حتى إن هي بتتسع عشان تنزل راس الجنين أثناء الهولادة الطبيعية هتفيدني بإيه المعلومات دي؟ هتفيدني بحاجة ضريفة جدا حاجة اسمها أجزوبة الصنار المهبلي إيه أجزوبة الصنار المهبلي دي؟ للأسف لغاية دلوقتي فيه ناس معتقدة إن صنار المهبلي بيحدث إجهوات لو اتعامل في الحمل ساعات تيجي واحدة كان عليها نزيف أو لا أو مش قادرين نشوف نبض الجنين في الأول فبنتطر إن يعمله صنار المهبلي وحظه السيء بقى الطبيب اللي هيعمل كده في ناس مش فاهمة يعنيه عمل صنار المهبلي حاول يوصل للي هو عايزه للأسف بعد كده لو الست دي كان بتسقط أصلا أو كان فيه إجهاض منسي ولا حاجة وبعد كده نزع دمه وسقطت يجي يقولك الطبيب ده هو لسقطها حظه السيء فعلا إنه هو ويقع معاه وبتبقى بقى إيه؟ بتبقى مشاكل كبير أنت حملت لها إشعة سقطتها مع إنها يعني ممكن تمارس العلاقة مع زوجها عادي طول فترة الحمل وما يحصل لاش حاج أو إنه هو نفس الحمل ده نفس العلاقة مع زوجها وما حصلش هاج طيب وإحنا لو شفنا القطر بتاع القضيب والقطر بتاع السينار المهبلي هنلاقي فرق شاسع تقريبا التلت يعني قطر السينار المهبلي ده حاجة اللي هي لها جدا ده حوالي أهل من 200 سنطر شو بقى قطر القضيب والعلاقة الزوجية اللي هي أصلا بتبقى عنيفة جدا وبينزل معها كمانا السيئر منوي اللي هو بيعمل انكباضات في الرحم أو بيستفز عضلة الرحم لا ده كل ما سقطاش سقطها الدكتور أو الدكتورة اللي عمل السينار المهبلي يا جماعة كفاية كفاية كدب كفاية جهل السينار المهبلي ملوش أي علاقة أي علاقة خالص بالقصة الإجهارات ولو اتعمل مليون مرة في أول ثلاث شهور السينار المهبلي بيخش فيه المهبل وآخره ان هو يوصل للجيب الخلفي اللي هو البوستير فورنيكس اللي قلنا عليه اللي هي واسعة وكبيرة جدا يعني ملوش علاقة أصلا بالرحم ملوش علاقة أصلا بجدار الرحم خالص ولا عنق الرحم ده هو بيخش من وره وبيقدر يشوف اللي هو عايزه فده احنا بنعمله العلاقة ان هو قوة تكبير دقيقة وكبيرة جدا يعني ايه برضو الكلام ده يعني انا لو شايفك من بعيد انا شايفك وعرفت ان ده فلان ولبس مثلا اميس ابيض وبنطلون اسو سينار المهبلي لا ده نمقرب منك شايف لون عينيك عاملة ازاي شايف تفاصيل وشك لو عندك حب شباب عندك حسن في وشك كل تفاصيل وشك انا شايفها بالصنار المهبلي وده الفئر من صنار المهبلي وصنار البر عشان كده الصنار المهبلي بنرجأ له لما نحتاجين نشوف تفاصيل اكتر اكتر ده نقطة اهتساع المهبل ونقطة اجذوبة الصنار المهبلي لو سمحتم لو سمحتم كفاية كفاية اشعاد يا ما ناس اتضرت بسبب الاشعاد التاني حاجة المهبل من زكاءه سبحان الله من عظمة الخلق اللي فيه ان هو يقدر ينظف نفسه بنفسه مش محتاج ندخل ايدينا جوه وننظف احنا يعني لو مش بننظف يعني ايه حل او سجادة ونازم ندخل ايدينا جوه ونقعد ننظف ونعمل الحلقات دي التاني حاجة سبحان الله بيحافظ على قلويته في نوع بكتيريا معينة وتقدر تقصر الجليكوجين اللي في الخلايا وتحافظ على درجة قلوية معينة في المهبل اللي هي اربعة ونص تقريباً من ثلاثة ونص لأربعة ونص ودي درجة حمضية عالية جدا بتخلي الوسط حمضي على طول طب هيفيدني بايه القصة دي هيفيدني ان هو سبحان الله يعني هو ليه مناعة ربانية طب احنا بقا قاعدين نستخدم كل شوية مطهيرات وغاسول وغاية تشطيفات فيه في السوق المصري دلوقتي تقريباً اكتر من مئة نوع تشطيف ومع ذلك شكوية الجيل ده كله بتاع التشتفات شكوته بالالتهابات والافرازات المتكرمة تعالنا نقرن بقى بالدليل كده بقى الجيل اللي قبل كده جيل أمهاتنا ده ما كانش أيامهم غسول ولا كان أيامهم عاي ولا كانوا بشتكوا أصلاً من القصة دي خالص ليه؟ انا أصبحنا اللقاء انتي ما تتدخليش ما تدخليش في صنع الله عشان ما يحصلش مشاكل هو ربنا سبحان الله خلق القنادي بتنظف نفسها بنفسها ومحافظة على درجة الحمضية بتاعتها عشان ما يجلهاش أي بكترية أو أي فطريات تقوم انتي جايبة تشتفات اللي هي بتلعب في الحمضية وبتلعب في القلوية وببوز البي اتش وخلاص انتي بقى بتدخلي جوه البكترية والدخل في فطريات بنفسك ثانياً التشتفات دي بتعمل درجة رطوبة ودرجة الرطوبة زي ما نعرف بعد كده هي دي اللي بتخلي بقى الحاجات البيضة أو الفضلات البيضة اللي هي الكنديدة أو الفطريات تتغزى كده وتكبر وتنتعش جوه المهبل زي ما بيحصل مثلاً في فترة الحمل أو فترة الرضاة لو سمحتي انتي مش مطلوب مني غير التشتف بالمية بس اللي ربنا خلقها العادية تنشيف كويس على طول عشان تبقى المنطقة دي ما فيهاش رطوبة وهتلاقي الدنيا مش كويسة جداً بنوع أي تشتفات وأي مطهرات قصة بقى الحمضية برضو دي بتشديني الحاجة تانية الحمضية زي ما قولنا اسموه عن الله هو سبتة يعني تقريباً من 3.5 و 4.5 درجة حمضية عالية على فكرة لأنه عندنا النيوترال أو المتعادل سبعة أو أربعة من عشر تخيل بقى أنت أربعة ونصف بجدد بجدد حمضية عالية فهطلح علينا بقى كذيب الفترة اللي فاتت النسبة اللي بتسعة وراء إن هي تجيب ولد أو بنت كولي مش عارف موز عشان تجيبي ولد انت ممكن تكلي مش عارف نشويات عشان تجيبي بنت تخيلوا بقى وصلنا من الكذب والتضليل لهذه الدرجة نطلع فاصل ونفجع نكمل الموضوع المهم ده رجعنا تاني ونتكلم في الإفك والكذب بتاع أكل فلاني يجيب واد يخليك يجيب واد والأكل العلاني يخليك يجيب بنت وهتلاقيه كلام ده كتير قوي افتاح بس كده جوجل ولا افتاح اليوتيوب وهتلاقي ده للأسف هتلاقي ده كثرة بتقولك الكلام ده للأسف ونزالك لا بيغير في القلوية بتاعة المهبل قلوية بتاعة المهبل ويخليك قلوي حمدي يعني أنا هعمل إيه عشان أخلي الأربعة ونص دي تطلع مثلا سبعة ونص بتخيلين الجهل وصل لغاية فين يعني ايه كلام ده لو وصلت لدرجة اني فيه ناس دلوقتي تخش عليك تقولك أصلا سمعت أني العلاقة الزوجية في الأيام الفردية أو القمرية من الشهر تجيب ولد ولو عملنا علاقة زوجية في الأيام الزوجية أجيب بينك بتخيلين وصلنا لدرجة يعني درجة من التخلف والجهل عاملة ازاي وللأسف هتلاقي مواقع كتير بتتكلم على الموضوع ده وهي يعني وتلاقي ناس متعلمة وده كاتفة بيكلمك في القصة دي ويبدأ يشرح لك قلوية قلوية ايه وحنضية ايه انت متخلق انت انت عايز تتعادل الخلق الرباني ده بأكل معين انت لو قلت يعني انت جيت جبت كلور شربته مثلا شربتي كلور جبتي كلور اللي هو حمض فزيعة وشربتي يعني قبل ما ميوتك مثلا مش هيغير برضو بقيتش بتاعة الفجاة مش هيغير برضو لدرجة الحمدية اللي 4 نوص دي انت متخيل انت بتقولي ايه ولا متخيل يا دكتور انت بتقول ايه وصلنا لدرجة من الهابة للطبي بقت موجودة في الوسط تضغيبة جدا لدرجة ان نلاقي واحدة مرة بتتصل بي بتقولي يا دكتور انا انا حامل في بنت مفيش وصفة تغيرها تبقى ود انت تغيرين تغيرين الصدمة من السؤال لد هي بقى دي عدت كل الحدود ما هيعني من اللي سمعها ما هي سمعة فولانا اكلت جزها موز واكلت موز واكلتهم كالصرات فربنا كرمها بالود بعد الثلاث بنات والتانية مش عالف كالت ايه ودبحت ايه فربنا كرمها بالبنت بعد الثلاث سوبيه يعني متخيلين احنا وصلنا لدرجة ايه وفي ناس بتصدق الكلام ده وفي الأكترة بتتكلم في الكلام ده للأسف يا جماعة اصحو يا جماعة اصحو احنا يعني مجتمع على قد ما هو متفوق اخطبياً احنا احنا بقينا من الدول الرائدة دلوقتي في الحقن المجهري متخيلين متخيلين ان احنا الحمد لله ما راكزنا في الحقن المجهري دي الناس كلها من جميع الدول العربية والأفريقية والدول بعض الدول الأجنبية تيجي تعملوا عندنا عشان عندهم محازير معينة في نقل الأجنة وعندهم محازير في التكاليف والحاجات دي بيجو ويعملوه عندنا ناخد أول اتصال معنا ياسمين عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم سمحتى دفتك أسأل حضرتك على حاجة اتفضل بس هي خير بموضوع الحلقة معلش يعني محتاج السؤال ده جدا اتفضل اتفضل ورجوها انت جوزي يعني معلش اتفضل حضرتك أنا وليت من 27 يوم فيترية تمام تمام وبعد كده كنت بردع بنت عادي طبيعي وزي الفن بعد كده حصل لي حاجة اللي هو اللبن مش من عندي فموضى النسي بتقول ان ده من برشان موضوع حيوي اني بناخده يعني لما بنولد بقية درية وكده وانا ده منين مش عارفة انا وطريت ان انا وردعها لبن صنوعي مش عارفة حل ممكن يعني هي البنت البنت مش فادية تفضع منك ولا انت خلاص لو بتصدق تردع مني تمام تمام هجاوب علي المشكلة في انا ما عنديش لبن تمام حصل اعمل ايه باكل كل الاكلات ان هي بتضيب اللبن فلوه فيش خالص تمام حصل نزيف بعد الولادة ولا حاجة او مع الولادة ولا اي حاجة خالص تمام تمام ده كانت اولولولادة ولا دي تاني ولادت اولولولادة دي اولولولادة والحلامات خارجة طبيعي ايه ايه تمام تمام لكن ما فيش ما فيش ما فيه حصلش افراز لبن طيب تمام اجاوب علي اشكري جدا قصة مضادة حيو وبينشي في اللبن دي برضو قصة اوكزوبة انت ما احنا بندي مضادات حيوية مغاد نزل عن بردوكول بتاع المضادة الحيو ايه فيه بردوكولات كتير وفيه ده كاترة كتير كل دكتور ماشي على بردوكول وفيه ناس ما بتديش بس لو مضاد الحيوي بينشي في اللبن فما فيش واحدة في مصر اتردع لاني تقريبا تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من اطباء بعد اي عملية جراحية بيكتبوا مضادات حيوية فلو المضاد الحيوي بينشي في اللبن ما عدش في مصر ايضا طب ايه اللي بيحصل والله بعض السيدات ب قصة افراز اللبن والتطور بتاع الغدد اللبنية ما بيحصلش بغض النظر ما حصل ايه في الولادة احنا ما شوفناش الولادة ما شوفناش قصة حصل نزيف ولا لا بس في بعض الناس لما بيحصل نزيف او استرس في الولادة الولادة بتطول شوية الجزء بتاع الغدد النخمية اللي بيفرز هرمون يحفز الغدد اللبنية ده بيضمر شوية فبالتالي ما بيحصلش موضوع تطور الغدد اللبنية ما بتكبرش وما بيحصلش موضوع افراز اللبن فهو وبرضه وده مش شرط انه يتقرر لك بعد كده في الولادات اللي بعد كده اممكن المراضي تهيحصل بعد كده بعد كده في الولادة الجاية ربنا يكرمك حاولي محاولة معلش اخير شرب بالسوائل الكتير وخدي بالك كل ادوية اللي بتزود اللبن او بتزود افراز اللبن مصنوعة من الحلبة حاولي شرب بالسوائل كتير خدي يا ست الادوية اللي بتزود اللبن اعملي حاولي تعملي تعصير كل ساعتين تطور شوية ما فيش خلص يقدر الله مش هقفعل مش عارفين السبب ايه لكن مش قصة المضاد الحقيقة وخالص معنا ايمان من ضمنهور تفضلي ايمان تفضلي يا جميع سلام عليكم عليكم السلام انا عندي 43 و 40 سنة تمام ماشي وكان عندي وراب له في شايلاء ونبيك تمام فجيت بعد انا متجوزة يعني لي سنتين جيت حملت تمام والحمل بتاعي نزل بعد شهرين هل هو المرض الورم اللوفي دي ليه أثر لنزل الطيق الجني طيب اجاوب عليك تمام اشكري انت المفروض ساعة ما تجوزتي المفروض كنت تشوفي اصلا يعني انت تشوفي هل فيه اوضام اللي فيها رجع التانية ولا لا مهضام منطقي انا عاملة عملية من هنا صغيرة وعدين معروف ان اوضام اللي فيها دي احاجة متكررة فرح يعني ممكن تشيلي واحد ويبقى واحد موجود صغير يكبر وهكذا قصة متكررة زي قصة الناس بزاعة اكياس المبيض كده فانتي الرحم كان عملت ازاي في الحمل وقبل الحمل خلاص نعم اقترب انتي ما عملتش اصلا قبل الحمل هاي وتجوزتي وحصل ربنا كرمك وحصل حمل اكيد طبيعتي في اول ثلاث شرحة كان فيه اوضام لفيا ولا بتباني على بيت وباني بسهولة جد في الرحم حتى لو صغيرها هتباني وفيه اوضام لفيا بتأثر على المسابة الحمل وفيه اوضام لفيا مالهاش علاقة يعني كل ما هو اوضام لي فيه حتى لو صغير ضغط على بطنة الرحم بنعول عليه قصة الاجهات والاجهات المتكار خلاص برضو مش هنلومك انتي دلوقتي في وقتك هذا في موقعك هذا تفضلي اعملي اشعة موقعات فوق صوتية داخلية لصعص نار مهبالي يعني شوفي فيه اوضام لفيا ولا لا عشان المقساة دي ما تتقررش تاني انتي فوق الربعين فاحنا لازم كل حاجة معاك اي اجراء يتاخد بسرعة ما انتش عندك عشرين نحنا نقولي يا طيب ما تحمل المرة الجاية نشوفها تسقطي ولا لا اني بقى نديك ادوية لا انتي محتاج كل اجراء يتاخد معاك بسرعة او بحزم موضوع السن مهم جدا في القصة دي ياريت ياريت تشوفي هل فيه اوضام لفيا تاني موجودة في الطمط الرحم في عضلة الرحم ولا لا عشان نقدر نعليجها كويس قبل ما يحصل حملة تاني دي القصة بتاعة مدام ايمين هرجع للقصة بتاعة اللي احنا بقنا فيه قصة ولد وبنت المجتمع كله بقى عايش على ولد وبنت يا جماعة يعني ياللي عندك بنتين او تلت بنات ياللي عندك كولدين او تلت اولاد مخارص بقى وفيه قصر بتتهد بسبب القصة دي عايزك تشوف حاجة روح شوف قعد كده بس اطلع اي مركز من مركز الحقن المجهري وقعد في وسط الناس ماشا ناخدهم محمد من الشرقية ايوة بنتا عمنا حادثة وفيه جطع في الرحم وقطع في القولون تمام ممكن لو الجواز هتخلف والله يا عاشين يعني ايه الدرجة بتاعت قصة اطعان الرحم هل حصلا انفجار في الرحم مع الحادثة اه كانت متجوزة وحامل وعمل وعملت حادثة وكان في جطع في الرحم وجطع في القولون هل يجب لما تتجوز هتتفلت طيب هجوز على حضرتك تمامي طيب بقصة انفجار الرحم دي اه او الحادثة عمومة اه ليه شقي اولا قصة اعاقة الخلفة قصة اعاقة الخلفة نفسها ودي في حد ذاتها اه لازم نعمل تشاكب هي دي لما تتجوز لو تأخرت اه هنشيج بقى زي ما قلنا المرة اللي فت طي نطلع فاصل ونفجع تاني ما شفيش مشكلة نرجع نلكو تاني هرد على آخر الاتصال اللي هو الحادثة اه ان شاء الله ما فيش مشكلة اه لو حصل بس لقدر هذا تأخر في الحاملة هنلجع ان احنا نعمل اشعة بالسوغة عشان قصة القنابيب زي ما اتكلمنا عليها قبل كده القنابيب حاجة بقيعة جدا بتتأثر بأي حاجة في البط اه ان شاء الله يحصل حملة على خير بس هي محتاجة رعاية معينة في الحملة وفعلا كان حصل اي تماظب في عضلة الرحمة وتعمل معاملة خاصة اثناء الحملة بتاعها ان شاء الله هلجع تاني من موضوع ولد وبنت ياللي معاكي ثلاث بنات ولا ياللي معاك ثلاث بنات وياللي معاك ثلاث صوبيان وعايز البنت ومش عجبك وحبس قعد في مركز من مراكز الحن المجهل قعد بس كده ساعة فوسط الناس والله هتطلع تروس ايدك وش وضع ده في ناس يا جماعة يعني بتوع تأخر الحم ولا الناس اللي أحزن منهم بتوع الإجهاض المتكرر الناس اللي هي دول بقى الحالات الأصعب فعلا اللي هي تحمل وتسقط تحمل وتسقط حوالي عشرين مرة وبتبقى لفة على أساتذة مصر كلها وممكن كمان تكون متسفرة بره وبرده بيحصل تسقط وبرده محدش قادر اشخاصة وخدت كل العلاجات اللي في المجلات العلمية وفي الكتب والحاجات المستحدثة والحاجات اللي جاية من من اللي هند ومن انجلترا وبرده وبتسقط شوف بقى الحالات دي ويشوف نفسك كفين شوف نعمل ربنا مدهلك قد ايه شوف انت زي مميز ده في ناس بتقضي طول عمرها سعيا وراء الخلفة وما بتنلاش متخيل يعني في ناس بتوصل كده اللي أفزل العمر ومش نايلة الخلفة خالص سبحان الله في ناس تحزنك في لسه واحدة أو المبارد كان بتقول لي أنا كان معايا واحدة بتزرع منجوزها من حاجة وعشرين سنة يعني يا دكتور دي لو كانت ربنا كرمها كانت زمان ابنها وابنتها قدي دلوقتي وبتزرع معايا والله أعلم برضو هتنجح ولا لأ في ناس بتضطر تربي قطة أو كلب عشان عطفة الأمومة ويعتبروا انه كأن دائب تخيل بقى انت يعني واحد وصل به انه هو يجيب حيوان قليل في ربيه عشان عطفة الأمومة وعطفة الأبوية اللي عنده وانت معاك أطفال وبرضو ممكن بيت يتخرب أو قاعد تسعى الأكل الفلاني ونومة الفلانية بتجيب ولد أو بنت ومقطع السكة كعدة كتفة يعني ربنا يحفظكم من الجهل اللي بيحصل ده طريقة الوحيدة طريقة الوحيدة اللي تحدد ولد أو بنت هو الحقن المجاري معه اختيار نوع الجنين وده ليه برضو ليه برضو متطلبات وليه اختبارات ده لو نجح في الآخر يعني يعني برضو القصة مش متخيلة ان هي تخش كده مبروك ينديك ولد مبروك هنديك بنت بلاش هجماعة قصة الجهل يعني خلاص بتوصل درجة افقين بيلعبوا بيك ممكن يبيع لك حاجة ويقول لك خد الكيس الفلاني ده ومتجرب ومش عارف ايه هو ده اللي هيجيب لك ولد وكيس الفلاني ده هيجيب لك بنت ونصب هدوها فيه نصبين كتير دي قصة بتاعة الولد والبنت القصة التانية لسه بنتكلم برضو في قدراني المهبل وهو علاقة المهبل بأعضاء المجورة المهبل قدامه من جدار الأمامي في قناة مجرى البول من تحت والمسانة من فوق هيهميني ايه في كلام ده لا هيهميني كتير المسانة قدام المهبل اه وفتحت قناة مجرى البول غير فتحت المهبل يشد انتباهك ده في حاجة قوي يشد انتباهي في حاجة لما كنا كده بنادي لطالب ثالثة سنوي او علوم او طب ونقول له التطور بتاع الكائنات كان التطور بيتقاز بان الاجهزة منفصلة عن بعض لا تطور الاجهزة بتاعة الكائن ده فتخيل بقى انت تخيل اه ايه الرجل المصري او العربي ان انت عندك قناة مجرى البول اللي بتنزل البول هي هي اللي بتنزل الاجهزة المنوية والسائل المنوي والست او الانسة لا قناة مجرى البول منفصلة عندها عن المهبل يعني هي اقصر تطورا منك وفعلا لما تيجي تشوف كده بمنطق التطور بها تلاقي ان الست هي ارقى ارقى مخلوق ربنا خلقه على وجه الارض انا عارفيني الانسان ربنا هو ارقى مخلوق انسة الانسان هي ارقى المخلوقات كلها وده اه بدليل تطور الاجهزة بتاعتها جهاز التناسولي عندها منفصل تماما عن الجهاز البول اه دي قصة التطور بتاع الانسة فما تقولش بقى لا دي اقل مني دي مش عال هي احسن منك هي ارقى منك في منطق التطور بتاعك كائنات هي متطورة وعرقى عندك انت لسه انت كائن عندك جهازين مشتركين في فتحة واحد هي عندها كل جهازتها متطورة عند بعضها قصة برضو المسانة وقناة مجرى البول الشكوى المتكررة عند السيدات اللي ولده طبيعي اكتر من مرة وخصوصا بعد سن الخمسة وثلاثين او بعد سن اللاربعين وهو السقوط المهبلي السقوط المهبلي هو ارتخاء عضلات المهبل وارتخاء الانسجة المجاورة بين المسانة او قناة مجرى البول والمهبل فبتلاقي المسانة نزلت عندها جوه المهبل وتحس بقورة نزلة من تحت وتقولك انا حاجة حسة بحاجة مش طبعية طبعا هي قلت اربع خمس مرات ورس الموضوع مبقاش باين اوي وهي صغيرة لاني خلق العضلات بتبقى لسه قوية بعد سن معين يبدأ الهرمون الاستروجين يقل وتبدأ العضلات بقى تضعف اكتر فيبدأ النزول يبقى ملاحظ وتبدأ تشتكي ان في حاجة نزلة ده غير كده ممكن يحصل سهلاس بول يعني يما تعتص او تقح ممكن ينزل شوية بول منها ودي حاجة بتدايق الناس كتير عشان كده احنا مضحين لو نعرض الصورة تاني المهبل قدامه من فوق المسانم وقدامه من تحت قناة مجرى البول وساعتها لما بيحصل الموضوع النزول ده يبقى لازم تصليح جراحي عشان نرجع كل الانسجة ما كان بنفتح ونصلح ونشد الانسجة المرتخية وبعد كده بنقفل الدنيا تاني فمش هنقول بترجع 100% زي الأول بس على 90% بترجع أحسن من الحالة اللي هي فيها قصة تانية مهمة جدا خدي بالك منها هو علاقة المهبل بالمسانة أكتر من 90% من ألام العلاقة الزوجية بتبقى سببها التهاب في المسانة وانت مش وقدة بالك فعلا يجيلك ناس كتير بالشكر من الألم في العلاقة الزوجية وهي أصلا ما فيش مشكلة عندها يعني بص على المهبل كويس المشكلة فين في المسانة المسانة لما بتلتهي أي حركة داخل المهبل بتعمل وجع في البطن من تحت أو في مكان المسانة البولية وبتبقى شيء مش كتير بقدر يشخصه ناس بتفضل تايها كتير وتاخد علاجات كتير ما يعني مشكلة بسيطة ده لو عملت تحليل بول بسيط جدا ما هيبان فيه الموضوع التهاب لو عملت أشعة بسيطة جدا هيبان الجدار المسانة المتورم الملتاح نخبرنا من القصة دي لو سمحت لو في ألم مع العلاقة على أقل عملت تحليل بول على أقل خالص هتكتشف فين السبب غالبا بيبقى التهابات في المسانة وجود صديد في مجرى البول نرجع على الجدار الخلفي للمهبل الجدار الخلفي للمهبل لي برضو تطبيقات عملية ده أطول من الجدار الأمام سبحان الله يعني اللي قدام ده 8 سنتي لو ناخد بلنا اللي وراء طويل طب ليه طويل كده سبحان الله ده متماشي مع اتجاه الحوض يعني سبحان الله انت لو الجدارين دول في السوى بعد كده يعني عملية العلاقة مثلا الزوجية الجماعة دي كانت تبقى مستهيل هتخش هتخش ازاي هتلاقي كده الدنيا وقفة فسبحان الله الجدار الخلفي اطول من الجدار الامامي عشان يتماشى مع اتجاه الحوض الجدار الخلفي ده وراء وراء المستقييم برضو نفس قصة السقوط المهبالي ساعات المستقييم زي المسال كده مع ضعف العضلات مع ارتخاء الانسجة ينزل ويعمل سقوط مهبالي خلفي سقوط مهبالي خلفي ده عادة الناس بتجي بتشتكي من ايه تبقى شكوة الزوج مش شكوة الزوج يعني الكلام ده يعني انا حاسس نكمل بعد الصور مناط الله من سؤالك فضاليا مني السلام عليكم دكتور عليكم السلام انا سني 41 سنة دكتور مصدقة ليا 5 شهور على جانين شهرية تمام الله وعلم بسبب كنت عامل جاب ليها صال ورم ليفي في جدار الرحم تمام الله وعلم قيسري هل ده يعني سقوط الجنين ده من يعني العملية كانت جديدة عشان بعد العملية بتلات شهور الورم الليفي كان حجم مؤدي وكان وصل لبطنط الرحم ولا لا او ده السؤال والله هم كان يقول على الأنبوب الشمال حجم أربعة تنطين تمام انت مخلفة قبل كده يا منا لا لا معيش عياء لا معيش تمام هرد عليك ده نفس الاتصال برضه بتاع قصة الأرام الليفي السن ده سن حارج جدا نفول 40 لازم نتحرك بسرعة لازم تعملي تاني مجال فوق صوتية وتشوف الأرام الليفي ولو فيها نعمل من زر الرحم على طول عشان نشوف القصة من زر الرحم هيبين فيها حاجة ضغطة على بطمط الرحم ولا العملية القديمة عاملة مشاكل ناحية بطمط الرحم ولا لأ هو ده السؤال لازم تصرف بسرعة لازم تحرك بسرعة طيب آآ تمام العلاقة يا جماعة الخلفية المستقيم وبرده نفس قصة السقوط السقوط الخلفي الناس بتشتكي من ايه بتشتكي من مشاكل في الرقص والدنيا وسع علي غير زمان لانا مش حاسس بحاجة مش قادر أوصل الزوج عادة هو اللي بيشتكي وده برضو بيحتاج تصليح للسقوط ده آآ في حتة تانية مهمة وهو ان آخر جدار المهبل الخلفي ده متصل بتجوه البطن تخيل يعني آآ آخر حتة اللي هي الجبل الخلف دي بعدها على طول تجوه البطن من 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 تحت وده مهمة جدا يعني احنا في حالات مثلا ميجي نسحب البوايدات اللي قبل بتخش في المكان ده مع الصنار الداخلي وتقدر تختار الحتة دي وبسرعة جدا توصل لتجوه البطن وتقدر تسحب البوايدات من المبيضية آآ تاني حاجة ما بقى فيه تجمع أي سوائل في البطن ممكن بسهولة تسحب من الحتة دي مش هازي ما أعمل آآ شفط أو بازل من من جدار البطن الأمامي لأ ده بسهولة جدا من الحتة دي القفة بتخش وتقدر تشفط السواي آآ كنت معاكو على مدار ساعة دكتور أمير الحلواني بإذن الله نكون معاكو وبإذن الله نحضركم وفاجأة آآ قيمة جدا الأسبوع الجاي إن شاء الله على وعد نتقابل بإذن الله آآ ونشوفكم على خير وشوفكم اشتركوا في القناة